السلام عليكم و اهلا بكم من جديد طالع معنا عطل النهاردة بسيط جدا و عطل سهل جدا ولكن لو حضرتك ما عندكش المعلومة الكاملة هتبتدي ان انت تعمل زي ما عمل فن السيونة و يبتدي ان هو يشتغل في جهاز بكل بساطة الجهاز ده من الموديلات الاتش بي الاكس تلتمائة وستين وبنسبة كبيرة جدا الاطل ده في الاجهزة دي يعني انا جالي اكتر من جهاز في نفس المشكلة دي واللي هي ان التوتش باد واقف عن العمل ما بيشتغلش معك كمان بعض الاجهزة ممكن يجي لك التوتش باد والكيبورد الاتنين مع بعض مش شغالين وحل الاطل بيكون بسيط جدا ولكن الفن بتاعنا تسرع ويجاله الجهاز مثل左 ونفل كده اه وتوتش باد واقف وهو اتصرع وغير توتش باد كاملة زي ما احنا شايفين كده دي توتش باد الاصiller بتاعت الجهاز. ولكن التوتش باد دي ان اعطهاك بنسبة ج opportunities جدا ان هي سليمة لان ان شاء الله بازني لا دول الوقت هنبتدي ان احنا نشوف حال الاطل بتاعنا طيب مبدئين احنا في قائمة دولوقتي التوتش باد الاساسيسية بتاعت الجهاز زي ما احنا شايفين كده. خلوني بس كده او الريك. نفسها انا دلوقتي بحرك الماوس من التوتش بات في والتوتش بات بيستجيب بدون اي مشاكل. والكيبورد كمان من الشغالة بدون اي مشاكل. الكلام ده معناه ان احنا ما ينفعش ان احنا ندخل لان بكل بساطة التوتش بات لو كان في مشكلة ما كانش هيشتغل معايا من او من اه داخل الويندوز. ولكن اه المشكلة كلها بتحصل معايا. بنسبة كبيرة جدا لما بنعمل تحديثات او بنزل ويندوز حداشر. ونتفاجئ ان ندخل ويندوز التوتش بات الواحدة هو اه اللي في مشكلة. وحتى كمان بعض العجهزة جات لي او صدفتني ان التوتش بات والكيبورد اللي اتنوا وقفين في حين ان كل من التوتش بات والكيبورد بيكونوا شغالين معايا من السيطاب. وزي ما قلنا قبل كده الكلام ده معناه ان احنا ما نفعش ندخل هاردويل لان بكل بساطة هم شغالين معايا من السيطاب. خلونا دلوقتي نبتدى ندخل جوه الويندوز ونشوف حل المشكلة البسيطة دي. طيب دلوقتي احنا موجودين داخل ويندوز وبرضو انا مزالت مركب الماوس الخارجي اليو س بي. وخلونا نشوف كده حل المشكلة بتاعتنا. هنيجي على. وهننزل تحت شوية كده نوصل للسيستم ديفايزز. وبعد كده ننزل على الاختيار اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. الاختيار بتاعنا بكل بساطة هو الاختيار ده اللي هو انتل انتجريت سينسور آآ سولوشن. بكل بساطة هنضغط او كليك يمين عليه ونعمل دي سيبول ده ده. وكمان نبتدى ان احنا نعمل رستارت له الجهاز عشان ياخد بتاعه. هننتظر بس العنبي لما الجهاز يعمل رستارت ويدخل معنا لديسك توب. وبعد كده نبتدى نجرب مع بعض قطط شباد مرة تانية. دلوقتي الجهاز بتاعنا فتح على ديسك توب. خلونا كده نكتب الباس وورد بتاعنا. ونبتدى ان احنا نجرب بتاعنا وزي ما احنا شايفين الحمد لله بتاعنا اشتغل. طبعا حل المشكلة بسيط جدا ولكن المشكلة دي فيها جهاز اله بي خاصة تلتمية وستين آآ نسخة لها تاتش وخاصة مع الويندوز حتاشر. الكلام ده زي ما قلنا بيحصل قبل كده اوقات بيجي لك الاتنين فاصلين مع بعض وقت يجي لك الكيبورد بس يالا فاصلة ويالتاتش باد مفوش اي مشاكل ولكن هو ده بيكون حل آآ مشكلة بتاعتنا عشان بس حضرتك ما تدخلش في آآ متاهات تانية وقيد تبتدى ان انت تشتغل على الجهاز هاردوير في ناس بعض الناس ممكن تشتغل على الاي او على الرغم من سلامة كل هاردوير زي ما الفن بتاعنا عمل النهاردة ويبتدى ان هو يغير التاتش باد على الرغم من بنسبة كبيرة جدا ان التاتش باد نفسها الاصلية بتاعت الجهاز سليمة بدون اي مشاكل دلوقتي انا عرضت لك المشكلة واعرضت لك الحل بتاعه ومنتظر تفسير للحل ده من حضراتكم في التعليقات وبكده نكون وصلنا لي نهاية فيديو النهاردة ويكالعادة كل اللي محتاجينه منكم دعوة من القلب